اشتركوا في القناة ادارة نظام معلومات الجامعات المصمم من قبل مركز الكافية لتقنية المعلومات اليوم ان شاء الله انا اياكم رح نناقش موضوع المحاضرات لو ضغطنا على المحاضرات رح تطلع لنا هاي الواجهة اللي انتو شوفوها امامكم طبعا هاي الواجهة بامكاننا من خلالها انه نرفع جميع المحاضرات الخاصة بالطلبة نرفع جميع المحاضرات الخاصة بالطلبة من اجل ايصالها لهم كذلك من الممكن انه اعدل على جميع المحاضرات اللي موجودة اني عندي اعدل على جميع المحاضرات اللي موجودة اني عندي على سبيل المثال انا ارافع محاضر جديد حاليا فرح اجي اقول يابه اسم المحابرة مثلا انا راح اختار خلي نقول انا اياكم انا مساعد محابرة مفردات اللغة العربية وتعلم اكسل خلي نقول انا اياكم هادي التعلم مثلا هاي المحابرة زين اختر الملف بس تضغط هنا وتضغط على من الممكن انه تختار الملف ماتك اختارت هذا الملف صورة اوكي وايجيت اهنا قلت له شنو قلت له اوبن صعد هذا الملف اكسل ضد جي بي جي بس خلي يكون ببالك قبل لا ترفع هذا الملف يابه اكون ملاحظة اهنا الملفات المسموحة ابرفحها اولا ما تزيد عن 100 ميجا بايت لا تزيد يجب ان لا تزيد عن 100 ميجا بايت تانيا لانواها جي بي جي جي اي جي اي اف ام بفور فيديو دا بريو ام في في وي او اي في اي ديني كلهم ملفات فيديو ام بي ثري ديني ملفات صوت بين بي ام بي ملفات صورية بي دي اف دي او سي دي او سي اكس ديني ملفات نصوص ملفات اكسل ملفات باور بوينت لاني كل هن يجب انا راعيهن من اه اختار المحاورة مالتي زين. اجي هنا اختار المادة راح اختار المادة مالتي مثلا خذت كمبيوتر بروغرامنج ونكو سكوريتي اوف بروغرام اوف كمبيوتر ان نيتورك زين لو اجيت سألت يا با انه هنا بس ماديتين عندي زين اكو هواي مواد. لا احنا راح اعتمد على الاستاذ اش منطي احنا من مواد. يعني احنا عن امود تنظيم العمل بالنظام. الادمن مال للنظام. كل الاستاذ عنده مثلا مكلف مادتين او ثلاث مواد. ما احنا ما راح اخلي الاستاذ يرفع محاورات مال غير مادة ويخطأ مثلا على سبيل المثال. فهنا صفاء. انا منطي مثلا استاذ صفاء علي محمد. انا منطي كمبيوتر وبروغرامنج. ومنطي سيكوريتي اوف كمبيوتر ان نيتوركز. فهنا طلعت عندنا المادتين اختاريتهم. اختار المرحلة. شوف المرحلة. انا منطي رابع. والرابع بي افنيا بي اما دراسة مسائية او دراسة صباحية. راح اختار رابع دراسة مسائية. اوكي? اختار اهنا او خليها فقط رابع دراسة مسائية. اوكي? طيت هي ايضا الى مثل. اجيت اهنانة. هساني كملت كل شي. حددت اسم المحاورة. حددت اهنا الملف ماتي ماتي المحاورة. حددت اسم المادة. حددت المرحلة. راح انطيهم المادة بيها. وش بقى عندي? بقى عندي فقط رفع. بقى عندي فقط رفع. انه ارفع المحاورة ماتي. طيت ارفع. شوف اصار عندي? جدت المحاورة ماتي بالبداية. في المحاورات الاخرى اللي موجودة عندي اللي انا رافحها في وقت سابق. واضح? شوف اش بيها? بيها اسم المحاورة. تعلم مادة. المرحلة الرابعة. نوع الدراسة. دراسة مسائية. المرفقات. هذي المرفقات. بس اضغط عليه راح يتحمل الملف وينفتح. وعندي حجم الملف هو زيرو بوينت تسعة ميجا بايت. يعني اقل من واحد ميجا بايت. هسا مرح اضغط عليه. طلع عندي هذا الملف بالصورة اللي انتو اشوفوه. واضح? زين. اخر شي بقاش عندي. هذ الملف اش اقدر اسوي بي? طبعا هنا حجم الملف وهنا التاريخ شو وقت رفعتها. رفعتها المحاورة بفناش وثمانية وتلافين دقيقة وسبعة وربعين ثانية بي ام بتاريخ رباطعش خمسة الفين وعشرين. اوكي? زين لو اجيت انا اياكم هاي المحاورة بعد شبيهة بيها حدف من انو حدفة وبيها من ممكن ان اعدلها. اذا ضغطت تحديل انفتح عندي تريد تحديل اسم المحاورة مادتك تقدر تحديلها منها. واضح? طبعا حجم الملف هو ثابت مرفقاتك نوع الدراسة المرحلة المادة. لن يكونين اوكي. فاهنا اسم المحاورة ايضا تقدر يتعدلها اهنا. ورا ما خلصت من الممكن ان تضطيء الغاء او تضطيء حفظ. مثلا هذي بما راح اغيرها من تعلم راح اسميها تعلم على سبيل المثال. اوكي? هتنشوف ده يصير هذا التغيير او لا. راح انطيح حفظ. شوف اهنا صار اسمه هنا. تمت العملية بنجاح وصار اسمه هنا شنوى? تعلم صار تعلم وورد. اوكي? بقى عندي اخر عملية من الممكن ان نسويها هي الحدف. من ضغطت هنا حدف? شوف هل انت متأكد من الحدف? اذا انطيتها لا ما راح يحذف وطاة طايتها نعم راح يحذف. راح انطيح نعم. اوكي? لنشوف انه تعلم وورد شبيه راح وانته. تعلم وورد راح وانته. هذي اخواني اساتذتنا الافاضل هي عملية كيفية رفع محابرات على نظام ادارة معلومات الجامعات. اتمنى انه فهمتوها. اتمنى انه اضمتوها. وان شاء الله راح نلتقي بمحابرات قادمة بان الله في من اجل انه نكمل شرحنا لهذا النظام. ونحاول انه نتقن من استخدامه حتى نقلل المشاكل التقنية اللي ممكن انه تظهر به. شكرا لكم جزيلا. شكرا لازغاكم. وان شاء الله نلتقي بمحابرات قادمة بانه. تعالى.